مرحبا بكم أعزائنا تلاميذ المرحلة الثالثة نكمل وإياكم ما بدأناه في درسنا السابق وهو نماذج لحل أسئلة البكالورية وكيفية الإجابة على سؤال الأزمنة دونك وصلنا لحد النقطة الخامسة حاليا السابق سنة ميروسيس لجون الناس الفعل ألي ديني يريد مني هنا بالفتيوخ سامبل اللي هو الدرس اللي تكلمنا عليه أو شرحناه ست فو فاغ يريد مني هنا بالفتيوخ سامبل يريد مني هنا بالفتيوخ سامبل يريد مني هنا بالفتيوخ سامبل ميروسيسي سامبل فخاز interrogatif جملة present هنا لجملة استفهامية نميرو نف لزالف ريپندر دائما نجيب لكم كلمة لزالف كسوجة لزالف هما معناها أنتم التلاميذ فممكن تكون بلوغيال ممكن تكون فمنة ومسكولة ممكن تكون طلاب أو طالبات سلمم نفس الكتابة نوم والفعل يعلم أو يعرف لغة لتكست لغة سو تكست هذا النص أيضا هنا نريدها بالأمب بخفة النقطة التاسعب أي زمراتها من عندي فتيخ سامب فنالما آخر شي الجملة الأخيرة اللي يريدها من عندي هي 11 فخاز 11 c'est quoi تنتبهون دائما هنا ينطيني الفاعل ممكن ينطينيه كضامير ممكن ينطينيه كأسم أنتغدير يعني يمنع الغانيان نستمر نستمر لنظر كacağız كيف ينطينيه كابلك نستمر كبالي أرجع علي ونذكركم بي صرف عشرة أفعال بين القوسين حسب الزمن المعطى مثل ما تشوفون أمامكم هو كل هذا يطلب من عندك الزمن اللي دي يريده فيحدد لنا من يحدد بصراحة راح يكون كل شي هذا فالشي سهل عليكم وحلو يعني فأرجع أنتبه على جملة جملة فعل فعل الجملة الساسة يريد من أندي لجون السوجة بذهنكم راح تعتقدون راح ترسمون الفاعل اللي هو معناه الفتيغ سامبل يريد من اللي هو الدرس اللي حشينا وتكلمنا عنه بالبداية وأذكر كتابة الغادي كالدو فعلي الجذر ما الفعل عليه اللي هو كان شنو إغة فداما أنت من تكتب بالامتحان السوجة والفعب شو نضف لويه إلوة البلوغيال أو أنت إذن إل إغة هاي خلاص عندي الفتيغ سامبل فار بخيزان كونتيني بالمبارع المستمر القاعدة اللي هي شتغو بالبخيزان كونتيني سوجة بلس إتر انتران بلس دو بلس انفينتف فو بالبخيزان كونتيني بالمبارع المستمر قلنا أيضا معناهم إيل بلوغيال غيبوند بالفتيغ سامبل أمطاني أيضا باعو هنانا دينوع بالفتيغ سامبل مرة أمطانية إغة قولية شاذ والجذر مات يختلف تماما هنانا بهاي جملة طانية منتها بإغ أو اللي حاحذف إنا الأو فمن انساها أحذف الأو أضيف ويا اللي زاليف أو سي نو ساواغ بالأمطاخ في مثل ما قلنا بالأمطاخ في أخذ الفعل ويا نو بالمضارع بالبخيزان على صف حدا أمن ذا تريدون حتى تشيكون حلو لكم نو ساوان أحذف الأو ناس وأجي هنانا أرجع إلى هاي الجملة وأحلها ما تنسون هاي الجملة منتحلون الأمطاخ في ناخذ الفعل بالمضارع ويا نو نحذف الأو ناس وأرجع هنانا راح أحلها وأضيف الإضافة اللي هي مطلوبة من عندي بالامتحان نو سافيون لحد هنا أخذنا وأضيف ويا نو اي او ان اس نو سافيون ليغ سو تكس كنا نعرف قراءة هذا الناص دونك متنون البروفيسور الأستاذ سوجي منانه يعي منانه مفرد مذكر انتردير أشوف هنانا الفعل انتردير ياخذ أكسلير أتخو أفوار فأيضا هو ياخذ هنانا أفوار البروفيسور يعني منان الفعل أفوار انتردير انتردير البروفيسور انتردير البروفيسور محددلي الزمن اللي يريده مني قولي معناها بس زمنين فممكن تشوفون هاي الأشياء بالبكالورية أو هذا المنطوق ما للسؤال اللي يختلف تنتبهون عليه يعني يريد بالزمنين نكمل هنانا ايضا راح أكتبه للسؤال حت تشوفو متى سنك هنا أحددلي فقط خمسة متى سنك دوسة verbe نتخل بارانتز نتخل بارانتز نتخل بارانتز نتخل بارانتز ضع خمسة أفعال من بين القوسين نميرو 1 نميرو 1 يريدها في المضارع نميرو 2 يريدها من عندي بالفتير سامبل فمن عندي هيت جملة من هيت منطق سؤال رح أقسم الجملة إلى قسمين بس خلي أول شي نكتبها وبعدين ننحلها نميرو أين vous être en vacances الكلمات اللي تجيكم بالبكالوريا حلو دائما تتكرر دائما حتشوفهم كلمة vacances اللي معناها هي إجازة أو عطلة الفعل أيضا من الأفعال المهمة اللي دائما يجيبها بالبكالوريا دوبيغو هيت؟ نوم ش ويفكنني هيت؟ هيت؟ تريسي . . . . . . .. . . سنك. لزنفان. الأطفال. علي أو جردان. نميرو سيس. جملة السادسة والأخيرة. إل فنير الأسئلة. الأسئلة. نحن نرى كيف نفعل؟ الطريقة التي أعطيكم بها دائما. تحلون هناك سؤال يريد من عندك. تحل كل فعل بزمنين فقط. ليس مثل هذا السؤال الذي قبل شرحنا ونبهتكم عليه. أنه هو مطيكم كل جملة والزمن مالتها. هنا ستقسمون الصفحة مال الدفتر بهذا الشكل. وتكتبون هنا لوبخيزون. اللي هو أساسا طلبه من عندي. ومكاتب لي ياه. يعني أنت راح تشيلها كلها من الأسئلة وتخليها. بس تردب الدفتر بشكل صحيح. وهنا تكتب له فتيخ سامبل. وقت عدنا بالبكالورية. والأجوبة مالتنا قصيرة جدا. عرقمها هنا. راح تكتب الجملة عرقم واحد نميغو اين. والسوجة اللي عندك يالي هو الفو. الفعل منوى اتخ. مرة حتصرفها. ومرة حتصرفها بالفتيخ سامبل. فبالبخيزون فو زت. بالفتيخ سامبل. فو. هنا أنا عدي فرب ألي هو فرب إيرغولية. فحيكون الجذر ما تساغ. فو سوري. دنك. نميغو دو. اللي هو قدي هنا أنا أل. وفنير. أل فنير بالبخيزون. أل فين. فتاتنسيون هنا أنا انتبه. بالفتيخ سامبل. أل. الراديكال أيضا يريبي ليشاف. حين يعني بياندك. وأضيفة A. أل فين سجيماتي L. ٵ. النو النو نسألون وأيضاً بالم Persابق ودعنا بالأس اُبتر الاجهار اللباح ويسيرون الاجهار هذا الاختبار أبقى وقفكنت وعنى الاختبار أسنق وبالتالي لا نطرق بل أبقاد التالي البرب انتو بارانتز او طن انديكي او او طن بريزن او فتيخ سنبل ما اقل لي هو ريباندي حتى اني اجاوف فاحافظ عليه شكل الجملة مثل ما هي. فهنان البرب علي فهنان البرب علي ورقي في جملة بالفعل او كيد بالفتخ سامبل نفس المصدر وأضيف حلينا هنا أمامكم الآن نموذجين لأسئلة البكالورية وممكن نحل لكم أيضا مثال آخر مثل ما قلنا لأنه أسئلة البكالورية أنتوا صف ثالث متوسط يعني شغلكم كل على مستوى وأسلوب لأسئلة البكالورية فدعا منحظوا على هذا النمط بالقراءة مالتكم وبطريقة القراءة مالتكم فنحل لكم مثال آخر حتى تشوفون حتى هذه الخوفة اللي عدتكم السؤال الأزمنة والله صعب والله منعرف أن نحله من أخذ بي درجة كاملة بالعكس سؤال الأزمنة سؤال بسيط أساسي لبخيزهم مثل ما شرحنا بالدروس السابقة وبعدين أنت تبدي تتدرج بالأزمنة فكل شغلة سلسة وحلوة بس مجرد تتابع ويانا دروسنا رح تشوف أنه تسيطر على سؤال التصريف الأفعال وإن شاء الله نخليكم تكملون أيضا وياكم مراجعتنا المكثفة اللي قدمها تلفزيون التربوية العراقية إليكم حتى تستفادوا من عدها وتخليكم تحلون كل الأزمنة إن شاء الله وتاخذون 100 درجة كاملة بالبكالورية نشوف المثال الآخر رح نظل هنا على نفس هذا النمط هذا السؤال بصراحة أنا أحب لأن يخلي الطالب يعرف يحل كل أنواع الأزمنة اللي درسها فرح يبقى منطق السؤال نفسه بس مجرد رح نغير الجمل والأفعال بش كل ما تاخذون جمل وكلمات هنانا اللي رح تشوفون هي كلها تتكرر الأسئلة نو كورير يركب سير لابلاج سير لابلاج على الشاطئ هنانا يريد أن مني فتيخ سامبل دو أل أيضا هنا ننطعني فيب أطر مثل ما تشوفون فيب أطر أكثر النماذج والبكالوري لازم يجيبها تشوفون فيب أطرق تشوفون فيب أطرق يريد أن مني بالأمبارفة أمبارفة أمبارفة ما يزوبين عن الأمباراتف دو خواه إل أسي فنير أدوزهر أمبارففة زوجًا أمبارفة أطرق أطرق جديد ما ترتبكون من شوفون نفس المطلوب الجملة وراء الأخرى مثل ما هو ينطيكم أن تحلوا هنا أنا أيضا ننطاني الفاعل اسم أصدقائي والفعل على ضفة البحر يتنزهون على ضفة البحر تنتبهون أنه الأفعال الإنعكاسية أو الفعب وبرنمينال داما يجيبكم ويريدها منكم تحلوها بالباسي كومبوزي على مود الأكسلياغ وترتيب الجملة نحل بغير لون نو كوغيغ الفعل يركض يريد عندي هنا بالفتيخ سامب السوجة حيبقى نفسه كوغيغ من الأفعال الشاذة الغديكال كوغ أضيف لويه نو نو كوغ سوف نركب أل أتخفع للكينونة تخفع للكينونة تخفع للكينونة تخفع للكينونة ألت تخفع للكين ماتنون إن فيايدام ألت كانت إيل فينيغ بالبخيزان أيضا دوزي مقروب مثل ما ديشوف تكرروا هوايا عندنا هذا الأفعال فينيس دوزيس واضيف لهنانة وأنت هما أنهوا يعني خلصون دوامهم مثلا خلنا نقول أو شغلهم ساعة عشر عادي زاغ جو وفخيغ يهدي لفلاغ الزهور أو الورد أيضا هنا يريد مني بالبخيزان وفخيغ تعاملوا معاملة المجموعة الأولى هو توازم مجموعة ثالثة فهنا أنا معناها رح أخلي أقول جو فخ لا تنسون هاي هنا هيتش تكتبون بالامتحان أنا ما كررت لكم إياها بس بالامتحان هيتش تكتبون الحد هنا هاذا يكون الجواب كلش كافي يعني مهم بالنسبة لكم هنا هاي الجملة ميزامي بح أكتبها بالباسي كومبوزي سو صن لأن يأخذون أكسيليا غأتخ فعلي بخون منال بخون مني اشتقى أحصل مني على الپارتسيبا سي وما ننسى الأكسان غراف ايغو سني با غراف بهذا الاتجاه أحتاج وي الأكسيليا غأتخ أسوي أكور مطابقة ميزامي جمع مذكر إذن هنا رح أضيف اس دكور نو بلي با نأخذ نأخذ في المثال أخرى أعتقد بعد ما حلينا هذا الكمة من الأسئلة ما رح تخطؤون بهذا السؤال أبدا بعد لين حتى تصعدوا للإعدادية كلش مرتاحين من سؤال الأزمنة لين ها رويكم سؤال الأزمنة من صف أول إلى حد الصف السادس دانك نميرو سيس نو بي بخشك هاي بصف ثاني أخذتوها طرق الدفع يريد أن مني هنانا بالفتيخ بخوش الزمن اللي تكلمنا عنه اليوم ميرو سيت لاماغ لاماغ اللي هي الأم المعاني ضروري تعرفوه حتى تعرفون كسوجة أتاندغ دائما أفراد العائلة أريد أن تراجعوها اللي أخذتوها في صف ثاني متوسط لين كل هي تنعادعة تكون بالثالث صنفيس صنفيس الأبن هنا أنا أيضا يريد أن مني عندي الفتيخ سامبل فتيخ سامبل نميرو ويت إل إكريغ سالسون دانك سالسون يريد أن بلو برزن كنتيني أو بروغرسيف خلي نحل حذني الأمثلة اللي أمامنا نو بالفتيخ بخوش نو زالان خلي أرجع أكتب السوجة حتى أحسن نو زالان بي الأنفينيتيف صرفت فيبالي بالبخيزون ضفت الأنفينيتيف لامار يعني هنا أنا أل أعتبرها حتى تختارونه بالشكل صحيح الفاعل أتند الرادكال راح تحذفون الأو وضيفون أ أتندها الأم تنتظر ابنها وإل إكريغ بالبخيزون كنتيني إل تنتخن دیکريغ نفعل إلزيون إسي دیکريغ سالسون أكس إلا نهايت الجملة مكسي بكو pour votre attention شكرا لكم ولأصغائكم أعزائنا تلاميذ الصف الثالث نتمنى وإياكم درس مفيد وممتع لكم ودرجات جيدة إن شاء الله في البكالورية النجاح الدائم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر